السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وردت اخبار جيدة جدا في الجزائر ويمكن ان تؤدي الى فتح كامل لحدود البلاد بشكل اسرع مما كان متوقعا اعلن البروفيسور رياضي محياوي عضو اللجنة العلميات للرصد جائحة كوفيد 19 انه ورائنا وقال ذات الاختصاصي في تصريح للاذاعة الوطنية انه يمكن القول ان الوباء ورائنا وان الفيروس هزم وعلى صعيد الارقام كانت وزارة الصحة قد اعلنت انه لم يتم التعارف على اي حالة اصابة كما افاد تقرير الاثنين الثامن عشر من ابريل عن حالتين جديدتين فقط لقد اغلقت جميع المستشفيات المخصصة لهذا المرض ابوابها تقريبا انهم يستعدون لاستيئنا في الانشطة الاخرى الخدمات التي تلقت حالات كوفيد 19 لم تعد تستقبلها قال البروفيسور صلاح ليلو رئيس قسم امراض الرئى ان هذه هي عقابي الكوفيد مثل التليف او امراض القلب والاوعية الدموية المرتبطة بكوفيد واضاف نفس الاختصاصي ان هناك شيئا واحدا مؤكدا انها نهاية المجيه الاخيرة وربما ايضا الجائحة وشدد على ان عامينهما متوسط مدة الاوبئات الرئيسيات التي تفشت خلال القرن الماضي الاعلانات التي من المحتمل ان تدفع الحكومة الى اعادة فتح الحدود بسرعة لصالح المسافرين الجزائريين من الذين مازالوا عالقين في العديد من دول العالم سيكون لهذا القرار ايضا تأثير يجبي على اسعار التذاكر والتي ستعود الى مستويات ما قبل الازمات الصحيات مع اعادة فتح الخطوط الجوية والبحريات بالكامل وكذلك الحدود البرية اشتركوا في القناة